اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شوية تسئلة بسيطة جدا عن الكلام الشائع وحدك تقول لنا صحته من عدمه اولا ايه هو الورم الخبيس يعني ايه ورم خبيس نقول ايه هو الورم الاول ايه الورم الاول لان مش كل الاورم خبيسة بالضبط وعاوز في الاول افرق ما بين لبس شائع ما بين الورم والتورم بالضبط لان ممكن بيجي عيان مريض يقول انا عندي ورم في رجلية وبيطلع عنده شوية رشح مائي او نتيجة مثلا هبوط في القلب او مرض في الكلة فده مش اسمه ورم رغم ان الاصل اللتيني بتاع كلمة ورم بيشمل هذا النوع من التورمات الورم عبارة عن خلايا متكاثرة غير خاطعة لقانون الجسم وبتكبر بدوقة واحد والخلايا السلطانية خلايا عادية خالص انما بتنشأ من خلية واحدة يعني اي ورم ان شاء الله يكون وزنه عشرة كيلو هو من شاءه بيكون خلية واحدة والخلية الواحدة دي بتكتسب صفات هذه الصفات بتجعلها خارجة عن القانون الصفات دي ان هي ما بتحترمش اللي جنبها نمرة اتنين عندها القابلية للانتشار انها تمشي نمرة ثلاثة انها تنقسم ولا تتوقف وبعض الفلاسفة بيقولهم ان هي خلية سلطانية هي محاولة للحياة الى الازل يعني الخلية السلطانية مش عوجة تتوقف عن النمو زي ما خلقنا ربنا انما عوجة تنقسم الى ابد الابدين ودي طبعا نظرة فلسفية انما هي لما تنقسم بلا قواعد وبلا روابط وبلا القوانين اللي عملها ربنا هي بقى بتكبر على حساب الاعضاء اللي ينبها وبتكبر وبتنتشر زي ما يكون فيه مشكلة في شارع ومشكلة بتكبر فبيخش المشكلة دي في الشوارع الجانبية وبعدين تصل الى الميادين الكبرى نفس الحكاية لم يظهر ورا في مكان ما وليكن في الرئة مثلا بيكبر وبيتضخم يبوز الرئة ثم ينتشر عن طريق اوعية اسمها الاوعية المفوية ثم ينتشر عن طريق الاوعية الدموية الى اماكن بعيدة بقى وهي في الرئة ممكن يكون ينتشر في العطم او في المخ او في الكبد فهو خرج عن نطاق السيطرة اللي ربنا عملها في جسمنا ولذلك فهو مرض قاتل طيب الاورام صفة عامة او الاورام السرطانية انا عارف ان هي اسمها ورام خبيس لانه هو مالوش اعراض سابتة مالوش اعراض محددة بالعكس احنا دائما نسميه سايلانت مالوش يعني دائما بيبقى ساكن تماما لغاية ما يكبر وينتشر لو حبينا نقول ايه الاعراض التحذيرية اذا كانت حاجات على المدى البعيد او حاجات عاجلة يعني حاجات حادة او حاجات كرونيك لما بتحصل المريد ومسلا لو المريد دا جاله كذا في اول يومين ثلاثة لازم يروح للدكتور او المريد دا لو استمر معاه الاعراض الفلانية دي شهر شهرين لازم يروح للدكتور ايه الاعراض اللي ممكن نقولها من غير من خوف العيال لا من غير من خوف على حاجة هو بس ان عاوز افصل ما بين تصور الناس او الشخص العادي انه الورم الخبيث او الورم السرطاني مؤلم في كل العالات لا اذا ممكن يجي بغير الالم نعم وبعض الناس بتقول دا هو اللي بيجي له ورم السرطاني تبقى مشكلته الرئيسية لقلم لا مشكلته الرئيسية حاجات تانية انما الالم دا ممكن مايجيش غالص وممكن يجي في مراحل متأخرة من المرض ولو اجراءات خلاف بقى علاج الورم نفسه له اجراءات علشان تخفيف الالم فانا عاوز الاول نفصل ما بين الاورم الخبيثة والالم بتاعته دي حاجة الحاجة التانية انه في عندنا اعراض عادية هذه الاعراض العادية في قانون بيحكمه لو واحد عنده مرض عادي جدا بيجي لكل الناس وليكن مغص بياخد بيروح للدكتور ودكتور بيكتب له العلاج المفروض لو بياخد العلاج المعتاد يخف ما خفش فراح لدكتور تاني فده له علاج نفس العلاج قريب منه وبرضه ما خفش فتحط هنا قانون انه لو المريض بيعاني من عرض ما اللي احنا نقولها دلوقتي واخد العلاج المعتاد المتعارف عليه المقرر علميا اللي بتكتبه الاطباء وقعد 15 يوم وما خفش نحط بقى هنا خطة احمر ونقول نعيد التشخيص بقى من جديد والتقييم من جديد والتقييم من جديد بقى بيستخدمها من وسائل اخرى ولذلك هي مش نظرة تحيزية انا بقول للعيان اللي عنده مشكلة مش رادية تتحل يبتدي بالجراح هو ده الصح لانه هو الجراح دايما هو مخه بيبدأ مساستم يعني انا جراح ده متحيز للجراحين بس هو فعلا يعني الجراح هو اللي هيقدر يشخص صح ليه هيبدأ يحلل الموضوع مش هياخده كاعراض يعني موظم طبعا الاطباء كلهم محترمين بس دايما تخصصات البطنة وتخصصات البطنة المتفرعة من البطنة بيبدأ علاج سيمتومس اعراض بسيطة عنده كحة عنده برد انه هو يفكر يا جماعة الحتة دي فيها كذا ممكن تكون الها كذا دي يا انفجار زي ده يا التهاب زي ده ما بيبدأش بالتهاب القولون ومش عارف الحاجات البسيطة دي صحيح طبعا طبعا ايه الاعراض بقى حدتك لا هو الجراح بيشوف العيان وبعدين يبقى مصاري الاحداث نازل انما يعني ما فيش يعني لما الجراح يشوف العيان ويقول انت ما عندكش اورام يبقى الوقت هنا بقى اي حد كان متاح متاح انما فيه ربط مهم جدا ما بين الاورام الخبيثة وعمل الزمن بمعنى انه ودي يعني احنا دعوة سنة 2021 الاورام السلطانية التي كانت مستعصية من 20 او 30 سنة اصبحت كلها لها علاق الحمد لله الحمد لله ايه الشرط بقى انه العيان يروح للدكتور في مرحلة مبكر عشان كده بيقول يروح في الجراح الاول لان الجراح هيستبعد الحاجات دي ايه 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 وبعد كده يقدر الوقت بقى عامل الوقت ما بقاش مهم بالنسبة لنا انما لو راح لدكتور مثلا ممارس عام او دكتور بيعالج بطرق تقليدية ممكن يضيع على العيان او على المريض فرصة العلاج نفسها ايه ايه بقى الاعراض اللي ممكن تلفت نظري تحذيرية او انذرية النات اه ما احنا بقى هنطبع على القانون انه 15 يوم 15 يوم نمر واحد خروج الدم خروج الدم من اي منفذ من منافذ كاسم يعني القيء الدموي الدم المنجود في البراز الدم من المناخير الدم من الجروح اللي مش راض يتوقف لان المفروض الواحد لما بيتعور الجرح بتاعه في خلال يومين ثلاثة اربعة بيقفل بزرح انما لما يكون فيه جرح النزيف ما وقفش في ثلاث ساعات او اربعة ساعات ده احنا لازم نبص على حاجة قد تكون مؤثرة على عملية التجلط في الدم برضو خروج الدم من حلمة السادي في بعض الحالات اورام السادي بتيجي بهذه الطريقة يكون فيه دم نازل من حلم السادي دي حاجة الحاجة التانية صفار العيل احنا بيتكلم هنا من حيث الاهمية صفار العين قد يكون مؤشر مش هلقد اقول مبكر لانه دايما برضو مش مبكر صفار العين قد يكون مؤشر الى بعض الاورام الخبيثة اللي موجودة في داخل البطن كتير زي اورام القدد اللمفوية واورام رأس القنكرياس والاورام اللي بتيجي في الكبد سواء نتيجة انه هو الكبد نفسه مريض بالورا او سانوي او سانوي مرسل من اي منطقة دانية الحاجة التالتة هنضيف لموضوع الدم ده الدم اللي بينزل في البول طبعا دم اللي بينزل في البول وده كان شائع جدا في الريف عندنا هناك عشان البلهرسية بس طبعا في فرق كبير او بين الدم اللي بينزل نتيجة البلهرسية والدم اللي بينزل نتيجة الاورام احد الاعراض المهمة برضو صعوبة البلع لما الواحد بياكل وبيشرب الاكل مش بينزل بتأثير الجاذبة الارضية ده هو بينزل بميكانيزم او ميكانيكية من المريء المريء ده يعني قطره في حدود اثنين سنتي اثنين سنتي بيتتسع لما يكون فيه اكل نازل فيه انما لو في ورم مش هيتتسع فيبقى فيه صعوبة في البلع الصعوبة في البلع ده تبتدي الاول بالنسبة المواد الصلبة العيش والرز واللحمة والحاجات اللي زي كده وبعدين لو اهملت كمان بتنتيجي صعوبة في البلع للسوائل زي الشاي والمية واللمن حاجة تزاك كده الحاجة التانية هو الامساك المزمن صبت الامساك المزمن واحنا يعني عشان الامساك ده يعني عراض الشائعة في المجتمع انا مش عاوز حد يتخضي يعني انما الامساك المزمن المصحوب مثلا بانتفاخ بالبطن المصحوب يعني مغس متكرر ويكون حاجة جدت يعني حاجة كان انسان ليه طبيعة معينة في البراز وبعدين بقاله مثلا شهرين ثلاثة لا اتغيرت الطبيعة دي او ستة شهر الطبيعة اتغيرت وبقى فيه امساك مزمن يعني الصداع الصداع ده من احد العلامات المبكرة جدا الصداع اساسي في اورام المخ انما ممكن الصداع يحصل ومبقاش له علاج في بعض الاورام التانية اورام السادي اللي بتدي سنوية في المخ في عندنا اعراض اسمها الاعراض المصاحبة للاورام مش من الاورام زي الاجهاد وزي الانيميا المزمنة وزي الاكتئاب النفسي وزي عدم الانتباه او يعني انت لما يجي واحد وتسأله النهاردة ايه وما يعرفش لازم تحط عليه علامة حمراء او تلاقيه الناس قادق جنبه ومش عارف بعضهم ومعارف بعضهم او مش عارف تاريخ اليوم ايه دي اسمها اعراض ما جنب الاورام ودي حاجات مهمة معانا استاذ عبير بس لحظة ونكمل تاني استاذ عبير ايوا السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي حريك سؤالك ايه انا كنت عايز اتسسر باسم للدكتور مما يكون فيه تاريخ مرضي للحال تاريخ واندتي كن عند كنسر على السادي كويس اه اه هو عز هي ربنا يرحمها يعني وانتشر في الكبد وفي الرئة وربنا يرحمها يرحمها انا بالنسبة لانا بالنسبة لانا عايزة اتقل امسا اعمل فحص وكده يعني عرفنا من المرافقات الدكاترة هناك ان احنا لازم نعلم بحص بتاريخ المرض بخمس سنة انتي عندك كم سنة عندي ثلاثة واربعين حاضر حركت تابعين من التلفزيون السؤال دكتور جمال بي مصطفى عيرد عليك تحت امر اه على فكرة ده سؤال كويس كده وبطح ان المشكلة كانت سرطان السادي بالضبط عند والدتها والدتها وانتشر في الكبد وبعين توفت فهي طبعا خايفة عن نفسها لا يكون لك بر الله في اي حاج السلطان السادي نوعين مش نوع واحد النوع الاولاني اللي هو بيجي من غير تاريخ مرضي في العائلة مرة واحدة كده تبصد فيه وراء موجود في السادي انما ما فيش تاريخ مرضي لا امها ولا اختها ولا اي حاجة خارس النوع التاني اللي هو ده بيصيب قنوات اللبن في النوع التاني اللي هو بيصيب غدى اللبن يعني غدة اللبن بتطلع اللبن وتصبه في قناة علشان يطلع على الحالة مبار النوع اللي هو اكثر شيorage اللي بيجي في القناة دي ده 85% من الحالات 15% هو اللي بيجي في غدى اللبن ولي بيجي خدد اللبن ده له موصفات خاصة جدا انه ممكن يكون متعدد موجود في اكتر مما كان في نفس الساتر او موجود في النحيتين والنوع ده لقوا انه له سبب في لبن الام اسمه عامل اللبن الملك فاكتور وده سبت انه فيروس ويعني تم دراسته ودراسها تم فكل من رضع من الام المصابة بهذا النوع من الاوراب الخبيثة اللي بيصيب غدد اللبن مش قنوات اللبن ده بنحط برضو انتباه انه لازم يعمل اه ولذلك رجالة ستات ولا ستات بس وفي امريكا لما كنت هناك لما كنت صغير كان يقولك انت تكشف على المريضة متاخد الكشف بتاعك ان شاء الله يكون الف دولار انما لو جاية معاها اختها او بنتها لا بتكشف على المجالة اه ليه لانه هو انت عندك واحد بريئ بالظهر انت اللي بتدور على حاجة هو ما بش تكشف من حاجة فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال المعمل وبناخد التاريخ المرضي بتاع الأسرة زكور وإنس يعني في علاقة ما بين سلطان القولون والسدي وسلطان البرستاتا والسدي ولذلك احنا بنسأل الزكور والإنس لموجود الأورام وأنه مكان موجود في الأورام والسنة عند المصابة الولدة مثلا أصيبت وهي كان عندها كمثلة والمعلومات الموجودة في التحليل وإحنا عندنا معادلة كده بيضاف إلى بعض المعلومات الجينية ونقدر نقول للعيان أنت محتمل يجي لك أو مش محتمل يجي لك وده حصل يمكن حضرتك تسمع عن واحدة من السلة مشهورة في هولوود وعملوها المعادلة دي وطلع احتمالي أني يجي لها 100% ده شالت الناحيتين وعملت مام بلاستيقى بالضبط يعني هي شالت الناحيتين ومعنفهمش حاجة إنما المعادلة اللي اتعملت قالت إن هيجي لها أو احتمال الإصابة فيهم عالية جدا فعلشان السائلة الفضيلة بقى اللي عندها 43 سنة نقول لها إيه بقى احنا عندنا خط أحمر في الطب هو سنة 40 يعني المشاكل بعد سنة 40 غير المشاكل أبس سنة 40 حتى لو كانت هي هي لازم ناخد كل حاجة فوق سنة 40 بنوع من العناية والتدقيق علشان استبعاد بعض الحاجات دي حاجة الحاجة التانية إنه تحليل البثولوجيا بتاع الأم فيه المعلومات اللي تقول إذا كان ده من النوع الوراثي ولا لا على حسب بقى هو من الغدد اللبنية أو من قنوات بالضبط من قنوات اللبنية فده يعني أول حاجة تعملها السائلة الفاضلة إن هي تطلع على التحليل أو تجيب التحليل لدكتور متخصص هيقول لها إذا كان ده من النوع الوراثي أو مش من النوع الوراثي وإحنا أحسن نسميه عائله أحسن من كلمة الوراثي طيب في كلتا الحالات خلاص إحنا هنقول إنها ما قدرتش نجيب التحليل أو التحليل راح خلاص لأن ولدتة توفت إيه الإحتياطات اللازمة اللي المفروض الناس فوق سنة 40 يعملوها ولو كان عندهم تاريخ مرضي المفروض السن ده بينزل تقريباً لـ 35 سنة بالنسبة للكشف مبكر هو الإنسان المتحضر المفروض بيعمل كشف دوري كل سنة من غير تاريخ مرضي من غير شاكوة من غير أي حاجة إحنا بقى لو إحنا الفارق بيلعب في عبنا زي حالة المدام يبقى نخلي الكشف الدوري بدل ماه كل سنة نخليه كل ستة شهر مع وضع في الاعتبار إن هي تعمل ما يطلق عليه الكشف الزاتي يعني يعني تشرح حالهم كده بطريقة بسيطة إزاي كل ما تروح يمكن أسهل اه اختبارين بيتعاملوا الاختبار الأولاني اسمه اختبار اله رفع اليدين إنها تعمل كده المفروض إنه الساديين بيطلعهم بنفس الدرجة فوقها لو واحد فيهم سابق التاني يبقى أحدهما في مشكلة مش لازم اللي طلع اه اه مش لازم اللي نزل يعني المهم بنامي الاتنين مارتفعوش بنفس المستوى يبقى فيه حاجة غلط وده هذا الكشف الحساس إلى أخصى درجة الكشف الثاني هو كشف السجود أنت عارف حضرتك الركوع بتاع الصلاة برضو السادي بينزل بالضبط والاتنين ديبندن كده نازلين فيرتكال يعني وقفين كده بالضبط اه لو واحد فيهم أوطى من التاني أو أعلى من التاني برضو بيبقى فيه واحد فيهم فيه مشكلة وهي في الحمام ممكن بكف الإيد تحط تعمل يديها على ساديها وفيه طريقتين إما طريقة دائرية كده يا إما من بره الجوه من بره الجوه تشوف كأنها بتمشطوا براها بدون ما تفعص بتنزل كده مزبوط ده اسمه الفحص الزاتي وده برضو دقيق يعني لو الإنسانة مشغولة على نفسها ده يكفي قوي إنها تخليها تحس أي حاجة ممكن تستدعي عشان ما تعملوش كتير المفروض تتعمل كل قد إيه الفحص الزاتي الفحص الزاتي والله لو عندها وسواس يعني يبقى كل ما تستحام وهو في الغالب إنما لو ما عندهاش وسواس يبقى مرة في الشهر كان دائما يقولك بعد تدوره قبل تدوره حاجة زي كده طيب ده إحنا كده ده الكشف اللي هو الزاتي إيه كشفات التانية اللي تطلب منها لو هي برضك عايزة زي مثلا ألترسونجرافي ماموغرافي اللي هي إيه الحاجات التانية يعني طبعا تعرف حاليكم نحن نحتفل يوم 8 مارس باليوم العلامي للمرأة طبعا فطبعا الدولة برضك بعلها 30 أو 4 سنين عاملة الحاملة قومية للكشف مبكرا سرطان السادي وفيه عربيات منتشرة بأجهزة الماموغرافي اللي هي الأشعة على السادي وأجهزة الموجات الساوطية على السادي دي موجودة في كل الأماكن دلوقتي وقروط فنقول للناس إيه يعني الفحصات دي بتتعمل إزاي ولازمتها إيه بص حضرتك الست اللي مشغولة على سادي ساديها لازم من نمرة واحد تلاحظ حجمه نمرة اثنين تلاحظ الحلمة واتجاهها الحلمة المفروض إن هي تقريبا في حدود نص سنطي برزا مرة وبغدا تقريبا زاوية قايمة على السادي لو الحلمة دي اللي إنها اتعوجت على ناحية أو دخلت لجوء أو بيطلع إفرازات فيها دم حتى لو ما فيش أي كلاكيع محسوسة يبقى دي لازم تروح للدكتور إنما اللي عاوزة تعمل كشف دوري كل العينين دلوقتي عارفين الأشياء الماموغرام كلهم بلاستثناء حتى اللي موجودين في الأرياف نسبة الوعي عندهم زادت وهم بيقولوا حتى الكلمة بالإنجليزي الماموغرام ما بقولوش أشاعة السادي مع شكرا لو قلتها لإني عارف الناس كلها عارفها دلوقتي بسيط أشاعة السادي دي بتبين الأورام بتفرق ما بين إذا كان الورام حميد ولا الورام خبيث وفي بعض الأحيان بيبقى دكتور الأشعة نفسه معاه إبرة وإذا شاف حاجة في الأشعة بيدخل الإبرة جوه الورام وياخد منه بعض الخلايا ويفحصها والنتيجة بتطلع في ساعتها على طول في حاجة ثالثة اللي هي قياس دلالات الأورام ودلالات الأورام بتاعت السادي معروفة لسي اي خمساشر ثلاثة لأ هتروح للدكتور تقوله اعمل لي سي اي خمساشر ثلاثة لو زاد عن اتنين وثلاثين ونص يبقى لازم تروح للدكتور المتخصص علشان يريد فحص السادي من أول وجديد أنا بس بحظر هنا مش كل أورام السادي بتيجي على هيئة أورام ممكن تبقى مش أورام جاسة حرجة مقلت كمسلا فيه شوية إفرازات دموية خارجة من الحلمة مزبور اختلاف شكل حاملية لو تشدت الورا كل الأعراض الحركة قلتها دي ودي فعلا احنا كنا دايما الناس للأسف ما تعرفهاش الناس دايما فاكرة ان كلمة أورام السادي يعني هتحط إيه ده تلاقي الكوع مزبور ودي اللي بتتقال كده أنا ما حسيتش كلكية أنا كويس فيه أحد أنواع أورام السادي اسمه أورام باجت ده بيقول الحلمة بتتاكل زي ما يكون العدة واكلة يعني كل يوم تتاكل كل يوم تتاكل وبعدين يمكن ما تاخدش بالها وتيجي بنتها مثلا حاجة تقول لها يا ماما مثلا فيل الحلمة بتاعتك لأن الموضوع بالتدريج فهي يمكن ما تحسوش أو ما تلاحظوش إنما حد تاني بيشوف فيقول بيستغرب إن النحادي فيه حلمة ونحادي تانية ما فيش حلم طيب هنسأل بقى شوية أسئلة كده أنا عارف حركة يعني حركة كنت دايما تقولها لنا وتشرحها لنا يعني وعايزين حركة نوضحها للناس هل صحتها دي صح ولا لا إن الورم السرطاني دايما بييجي في السن الكبيرة فقط صحته من عدمه لا فيه أورام بتيجي في الأطفال بالضبط وفيه أورام بتيجي في الأجنة أو حديث الولادة وفيه أنواع من الأورام كانت بتيجي في السن الكبير زمان أصبحت بتيجي في السن الصغير دلوقتي فالصورة متغيرة والاعتقاد ده اعتقاد قاطع طيب لو قلنا كلمة إن فيه أكلات الناس لو قلتها تاقي نفسها من الأورام ودي طبعا منتشر قوي على الفيسبوك اللي من دول المواقع التواصل الاجتماعي إن كل كذا أو يخد لك في السن كذا الصبح دي تاقيك تمام من الأورام بصحة هنقول إنه هو يعني فيه قدر من الصحة يعني فيه علاقة وثيقة ما بين الأكل والأورام يعني لو أكل فيه مبيدات حشرية أو معادن سقيلة أو مواد كيموية معينة ممكن يسبب أورام إنما الأكل كنوع من الوقاية من الأورام أنا أؤيد هذا الاتجاه لأن كل الأكلات المشتقة من النباتات والفواكه فيها مضادات أجسادة مضادات الأجسادة دي بتمنع أو بتأخر ظهور الشيخوخة والأورام والوفاة انتشار الأورام زاد في الفترة الأخيرة هل ده صح ولا هو ده نتيجة التشخيص لا هو ما زادش على حاجة هو بس إحنا إحنا اللي زدنا في العدد ده نمرة واحد نمرة اثنين العيني بقى أخصر واعيا بيروحهم للدكتور ما كانش زمان بيعمل كده وده فيه مصلحة كبيرة لأن دلوقتي حتى في أيام زمان لما كان بيجي ورم السادي كان العلاج هو استقصال السادي دلوقتي الجراحة دي تقريبا شبه ملغية يعني إلا في الحالات المتأخرة إنما الحالات المبكرة ما عودناش بنشيل السادي كانت العينة لما بتحس بورم تقول أنا أروح لي للدكتور إذا كان هيقولها شي لسادي ريك استانى باكرا يتنوت فهي تكفي على الخبر مجهور ولا تقولش الحد ولا الجزء ولا أقواتها ولا أي حاجة خالص لحد ما المرض يستفعل إنما دلوقتي هي أدام عارفة إنه استادي بيش هتشال هي بتروح في هذه الفئة ما كنتش بتروح الأول عشان كده العدد زاد يعني العدد زاد نتيجة زيادة السكان والعدد زاد نتيجة زيادة الوعي والعدد زاد نتيجة إنه العلاج بقى نتيجه أحسن من أيام زمانه معنا أستاذ محمود نشوف سؤاله ألو سلام عليكم ألو أهلا وسهلا أستاذ محمود سمعنا تفضل أقولي سؤالك لا مش سامع الصوت غير مكانك وتنصل تاني إنه مش سامع صوتك خالص طيب فيه برضك من الحاجات اللي كنا بيقول عليها اللي هو العلاج الموجه كنت حاجة دايما في الفترة الأخيرة كلمتني فيه حاجات حديثة اسمه العلاج الموجه للسرطان إيه هو؟ هو لحد مثلا خمستاشر عشرين سنة فاتن كان علاج الأورام لأم الجراحة لأم الكيماوي لأم الإشعاع أو الاتنين مع بعض أو الثلاثة مع بعض على حسب المرحلة والدرجة بتاع تلورة كانوا بياخدوا علاج كيموي علاج كيموي بموت الخليل السراطني انهما بموث معه الخلايا الطبيعية بعض الخلايا الطبيعية التي هي ثريعة الانقسام بتتأثر بالعلاج الكيموي هزي هزي الخلايا السراطني عشان كده بنلاقي مع العلاج الكيموي خلايا الدم البدأ بتقل خلايا النقاع الوض usually بتقل. المريض بيحصل له أنيميا. المريض بيحصل له إسهال نتيجة تأثير العلاج الكلمة على خلايا الأمعاء. فطبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا وبيوقع الشعر لكل العينين عارفين. فالعلاج المواجه بقى او العلاج الجيني. كلمة موجه جاي يعني موجه الى الخلايا السرطانية فقط. بلوش دعوا بالخلايا العادية. فقال لذلك لما العين بيقطوا. الورم هو بس اللي بتأثر. إنما ما فيش أعراض الجنبية اللي موجودة مع العلاج الكيميائي. طيب محمود رجع تاني. ألو. أستاذ محمود حالك سامعنا. اه سامعك كويس كده. اه تفضل يا فندم سؤالك ايه. معلش انا كان عندي والدي عنده سرطان في الكبد. ألف سلام علي. في الفص بأي صار. لما رحنا اخذنا عينة وعملت تحديث. قالوا نصح في الكبد ما تقدرش ان هي تحمل الكيمياء والعلاج. هل الكلام بصح ولا الدنيا. طيب حاضر تابعنا كده ونشوف ان شاء الله. طيب. بص حضرتك. هممكن الورم بتاع الكبد ده يكون جاي على تلايف قديم. موجود عنده فيروسي قديم. وبعدين ظهر الورم اللي موجود في الكبد. في الحالة دي بيبقى ورم الكبد مصحوب بمرض في الكبد نفسه. بحيث انه ما بيستحملش الجراحة وبيستحملش العلاج الكيموي. ففي الظروف اللي زي كده. اذا كانت الجراحة مش ممكنة هياخد كيموي. لابد ان تكون محكمين بوظائف الكبد اللي تعمل لها تحليل قبل كده. اذا كانت الوظائف كويسة ممكن ياخد علاج كيموي. اذا كانت وظائف الكبد مش كويسة يبقى العلاج الكيموي لن يصلح له. اما الجراحة فلا تصلح الى الحالات المبكرة فقط. طيب. اه حراجة بالنسبة الاورام السادي بالمرة برامة تكلمنا عليها. هل حضرتك من المدرسة اللي تقول ان لو احتاجنا استقصال للسادي او يعني لو كان ضروري ان هو مثلا الورم كبير واحتاجنا استقصال للسادي. هل حراجة تفضل ان احنا نستعصل للسادي وبعام بعديها بفترة نبدأ نعمل حاجة اسماء اعادة تجميل وبناء للسادي ولا يتعامل الاتنين دول في مرحلة واحدة مع دكتور تجميل يكون موجود او جراح هو اللي يعمل نفسه. هو زمان كان بيقول لابد ان نفس العمليتين ببين بست شهور حد ادنى وسنة ونص حد اقصى. ده كانت المدرسة اه الاديمة. دلوقتي ممكن استقصال السادي وعمل سادي جديد سواء بتخليقه من عضلات المريض او ان احنا نعمل سادي صناعي بنجيبه بنحطه تحت الجلد ويحس يبقى مأساته زي مأساته ناحية تاني. فالرأيين صحيح. انما هارتك تفضل ايوم? الانتظار. الانتظار. ها. على اساس لو هتاخد اشعاي ولا? اه لا علشان لما كون الورم هنوي يرجع ويرجع عادة في اول ستشهور. اه شكرا. مع انا امو محمد. الو سلام عليكم. عليكم السلامة لابركات. اتفضل يا فندم. ايه سؤالك? اببعد اذنك انا بوزي شال الغد البقية بتكملك عليها ورم حميء خبيل. اه. المهم هم بقاله دلوقت شهر. فعمل له تحاليل وكده. والتحاليل لسه هياخد الالاج. قالوا لها تاخد كده وبعد اسبوعية. ايه سؤالك? سؤالي جسمه بيزيد. بيزيد او. فيه حاجة فيه اكلات معينة تزود الصار الحرارية. يعني ايه لا. المهم جسمه بيزيد او مش عارسة زيادك دي ليه? حاضر. انا ايه. طب اينا حركت وقت المشيشة والدكتور جمال بيزيد. هي وزنه بيزيد يعني? وزنه بيزيد جامل بعد ما شاله غده دراقية بالكامل وفيها اه ورم سرطاني. هو طبعا ده متوقع. ما هي بقى اشرح لها ليه عشان هي مش فهمة. متوقع لان هي الغده دراقية وظيفتها انها بتنزل افرازات علشان تحرق الاكل اللي احنا بنقر. لما بنشيل الغده دراقية طبعا الاكل ما بتحرقش. فبعد العملية لازم بنيدي حاجة اسمها هرمون تعويدي. فاغلب الظن ان جزء حضرتك ما خدش الهرمون التعويدي. الهرمون التعويدي ده اسمه التروكسيل. بتركيزه مية. وياخد حبيتين الصبح. هيرجع وزنه كما كان قبل العملية. يعني احنا معلش بعد ازنى حضرتك زي ما الدكتور مصطفى بيه قال. دكتور جمال بيه قال لحضرتك. ان احنا لازم يتابع مع الدكتور اللي عمل العملية. مش خلاص هو عمل العملية ورايحة كماوي يقوم يبعد. عساس ان هما هيقسولوا نسبة الهرمونة الهرمون الغده الدراقية في الدم. ولازم اجبار ياخد الراس التعويضية. دي مهمة جدا وهتلاقي ساعتها وزنه بقى رجع. طيب. الحاجات اللي هي المحليات الصناعية اللي فيها تحتاجها لأسبرتام والكلام ده. كانوا برضا اقتلعت موضة كده قالوا ان الكلام ده كله بيه يؤدي الى سرطانات. هل الكلام ده صح ولا غضر? لا. هو احصائيا طبعا هو ظن اه. انما احصائيا ثبت انه مش سليم. للدرجة للدواتي لو حضرك مشيت في احد شوارع الروس انجلس او نيويورك. بتلاقي الاسبرتام ده محطوط في زكايب. بالزبط. زكايب الناس بتاخده مجانا. بالزبط اه. يعني محطوط في قدام المحلات بحيث الواحد معدي ياخده هو ماشي. طبعا ده امريكا. يعني لو فيه اشك واحد في المليون. ما كانوش عاملو كده. ما كانوش عاملو كده. طبعا يعني اجباري لازم قبل ما يعني ننهي لقانا مع حضرتك. يعني انا طبعا حضرت مرة او مرتين. آآ لقاء الثقافي بتاع الجراحة. تمام. حرارك لقاءات جميلة جدا 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 جدا. آآ في صالون الجراح الثقافي. وبتناقش فيها كل الموضوعات السياسية والاجتماعية والصحية والادبية. واعتقد ده وقت احنا وصلنا تقريبا للقاء 64. مزبوط. بالزبط كده. فاربنا يا ربي يا ربي يكرمك ويزيدك يا ربي من علمه. وحقيق بجد. يعني لقاءات جميلة جدا جدا. جدا. ياريت حرارك نستأذن حرارك لو ممكن تبقى تسجلها وتنزلها على وسائل تواصل الاجتماعي. لاني انا لما حضرت لقيت الموضوع رائع واقصر من رائع. طبعا ربنا يديك الصحة ويمتعك بيها. وحقيقي زي ما بتبسط المعلومات للناس. وزي ما قد كده انت ساعتيني بوجود حرارك معنا. انا بشكر حرارك جدا 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 جدا. وربنا يديك الصحة ويبارك فيك ويحفظك لنا دايما يا رب. الف شك يا فان. مع العلم انك انت في الموضوع دي اني ممكن تكون حسنيني. لا دا انت استاذنا يا بيحنا كلام نتعلم من حضرتك. ربنا يخليك لينا يا رب. يعني في نهاية الحلقة بنشكر استاذ دكتور جمال مصطفى السعيد. استاذ الجراحة العامة ولكن. والاوران بكل الطب بجامعة القاهرة. شرفنا النهاردة ونورنا وربنا يا رب يبارك فيه ويحفظه. ان شاء الله الى لقاء قريب باذن الله. يوم السبت القادم من اتنين لتلاتة على الهوى. شكرا وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة